اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة أسوة حسنة لما الإنسان يتحدث عن القدوات يقول أين هؤلاء أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع صدقوني أقول لكم بصدق لو اجتمع ألف رجل من خيرة الناس في هذا العصر لا يساو نصف ولا ربع ولا ثمن هؤلاء الرجال ذلك يجب أن ندرس سيرتهم لعل الله عز وجل يعني يعيد الماضي التليد لهذه الأمة مدينة قزوين هي مدينة الآن مقرها في دولة إيران تلك البقاع ما كانت تعرف العربية فتحها المسلمون وعلموا أهلها العربية هلا نحن العرب ما بنعرف نحكي عربي ونحن العرب نتغنى أنه نحكي أجنبي إذا إذا تعلم اللغة أما لما كانت دين دينا كنا ندخل إلى البلاد ونعلم أهلها العربية البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واليا على قزوين سنة 24 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عثمان بن عفان علموا أهلها العربية وإذا أردت أن أشرح لكم مراكز الثقل في العلم في ذاك الزمان هي مكة والمدينة وبصرة والكوفة وبغداد ودمشق وقزوين ومرو هدول شلون بيئلك هلها هونغ كونغ شلون لما بيئلك الابضاع الألمانية لما بيئلك عن المطارات التي تقيلة بالعالم أنه هذا مطار ترانزيت هذا من أشهر الأماكن في العالم يسافر الناس ويأتي منه منها بغداد ودمشق وقزوين في قزوين صار الناس يتعلمون القرآن ويتعلمون الحديث حتى صاروا أئمة في الحديث يعني بلد الحديث قزوين وبغداد ودمشق والمدينة ولد محمد بن يزيد الربعي هذا الاسم صعب لكن أنتم تعرفونه إنه ابن ماجة ما تقول رواه ابن ماجة هذا هو ابن ماجة رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه ما كان عربيا ولكن أعجميا ولكن كان مسلما هذا الرجل ولد وكان المشهور عند ذاك الزمان أن الإنسان يجب عليه أن يسافر في طلب العلم لا يجب أن يسافر لا يوجد أن يسافر لا يوجد أن يسافر لا يوجد أن يتواصل يجب أن يروح يتعلم سافر إلى بغداد وإلى البصرة وإلى الكوفة وسافر إلى دمشق خمسة عشر سنة من بلد إلى بلد هيك كانوا الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه سافر شهرا من أجل حديث أن يسمعه من عبد الله بن أنيس الأنصاري حديث واحد عن رسول الله ألا في ناس قاعدين بالبيوت وفاتحين على الفيسبوك ولافف رجل على رجل وأعد الله يهني ودفع وعم يسمع موعظة هيا قديش أنعمة كبيرة قديش كان بدي يسافر من بلد لبلد طبعا معلمة طائرة ولا باصم كيف ولا سيارة ضباع ووحوش ليل بهيم ما في ما في ما في نور ولا ليد مشان يسمع حديث أنتو لما عم تقرأوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ حديث بتشوفوا هلا الحديث هيك بما فيه من العلم والفائدة هيك وروحانية النبي عليه الصلاة والسلام في رجال أفهل الصهي هلا في دائما بيقولوا في جندي مجهول مين الجندي المجهول لا دائما في صورة إذا بتطلع هيك مرتبة في واحد نازل أنه يكون بالصورة وصوركم ياها هذي اللي عم يصور بالكاميرا الأخوان الكرام اللي عم يبثو لكم أعد المسكين ماسك الكاميرا ويمين وشمال ويزوم وياخذ صر له ساعتين عم يشتغل حتى تشوف أنت صورة هده اسمه هده جندي مجهول اللي في قائد مجهول هؤلاء هم الرجال محمد بن يزيد الربعي رضي الله عنه وأرضاه هذا أتى في عام ميتين وتسعة هجري ولد وين في قزوين وسافر من بلد لبلد حتى يعني تخضرم صار معه إيش مو معه إجازة في الشريعة لا كانت الإجازة من أهل العلم أجازو اختص بحديث النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت أيام بتشوف واحد دكتور مثلا بيقلك هذا صدرية وهذا عظمية كنت عم مقرأ عن سيدنا ابن ماجه رضي الله عنه وأرضاه كان علما في الحديث ولكن اشتهر بالحديث وكان علما في التاريخ وكان علما في التفسير كان موضع ثقة الناس قال عنه الإمام الذهبي حافظ صدوق إمام الذهبي لما بيحكي يعني شلون إمام الذهبي قال عنه حافظ صدوق واسع العلم كان له تفسير للقرآن وصفه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية بأنه تفسير حافل مو شغلة سهلة إنه الواحد يفسر القرآن هذا بدي يكون حجة قبل الأزمة بلشت بتفسير القرآن نحن بنقرأ التفسير ويعني نشرح عليها ظلينا بصورة البقرة سبع سنين كتب في تفسير القرآن قال له كتاب في التاريخ ظل موجودا بعد وفاته يقول الإمام الحافظ ابن طهر المقدسي قال رأيت عليه تعليقا بخط جعفر بن إدريس تلميذ بن ماجا لكن سبحان الله في أيام في ناس كتبوا وعلموا لكن راح العلم تبعا لذلك أنا هلأ بقول إخواننا الدعاة سجلوا سجلوا كل شيء وثقه لأنه إذا ما وثقته الإنسان بينسى ألا هذا الزمن في التوثيق أعظم من ذاك الزمن ألا في صوت وفي صورة ألا ما بتشتهوا أنتوا هيك يوم من الأيام أنه لو كان في فيديو للشيخ بدر الدين الحسني رضي الله عنه وأرضاه والله أنا كنت أشتهي تجي تشوفه بالفيديو في مشايخ هلما مشايخنا اللي انتقلوا إلى رحمة الله ما يعني غير الناس اللي رؤولنا نقرأ هيك روايات لو كان في صوت ولو كان في صورة كل شيء وثقه العلم صيد والكتابة قيده قطب الجمعة والمواعظ على أيام هيك موشحات ونعود ونسمعها ما سجلوها بطريقة سليمة أو بكذا بتلاقي ما أتمنى أن يسجل كل شيء خاصة الناس اللي الله عز وجل فتح عليهم بدرر العلم لكن الذي اشتهر عن محمد بن يزيد الربعي اسمه ابن ماجة كتابه الذي اسمه السنن شوفوا أخوانا الكرام هذا رجل صادق كتاب السنن هو أربعة آلاف وثلاثمائة ووحدو أربعين حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جمعها وضبطها هلأ كتب الصحاح ستة لك رواه الستة البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي ومين رواه أبو داود رضي الله عنه وارضاه هدول الكتب الصحاح الستة اللي إني عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا واحد من ستة قديش معناته تعب قديش هلأ بتروح لعند واحد ما بيعطيك إلا أحسن شي هذا إنسان كتير مميز لما تقول رواه ابن ماجة شو معناته موجود عليه الختم رضي الله عنه وارضاه قال اشتهر كتاب ابن ماجة كتاب السنن بالدقة تبويبه قال يشتمل على مقدمة وسبعة وثلاثين كتاب ايش سبعة وثلاثين كتاب سبحان الله الكتاب ما زال له قيمة كنا نزين البيوت بالمكتبات لكن هلا صار يجيك لوح الكتروني بتعمله هيك بيعطيك كل شيء سبحان الله هذا علم وهذا عطاء بس أين من يقرأ سبعة وثلاثين كتاب قال وفيه ألف وخمسمائة باب تضم أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد واربعين حديثا رضي الله عنه وأرضاه هذا ابن ماجة أتى من بعده من سبحان الله من اللي بيعز الشيخ تلميزه اللي بيجي يعني بيرفعوا علمه يعني بيكون إنسان عالم 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 ما عنده تلميذ يعني بصيف الشيخ معروف بإيش بما قدم أما لما بيكون عنده طلاب إيش يشرحون على كتبه هل الإمام الشافعي ليش اشتهر وإمام أبو حنيفة ليه كان عندهم طلاب قال أتى من بعده قال وشرحوا كتاب السنن لأن الحديث معروف حديث النبي عليه الصلاة بشي واحد بشرح الحديث قال أتى طالب من طلابي اسمه سراج الدين عمر بن علي بن الملق فألف كتابا اسمه ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجة وأتى من ألف كتابا اسمه مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجة لجلال الدين السيوطي يجو من بعده وأيضا كتاب شرح سنن ابن ماجة للمحدث محمد عبد الهادي السندي رضي الله عنه هذا الرجل سبحان الله بقي في قزوين ويعلم الناس وينشر الخير وينشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا توفي في قزوين ودفن فيها هلا نحن شو بيفيدنا بيفيدنا أن نعلم أن أمثال هؤلاء هم الذين حفظوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ماجة أعجمي ابن ماجة أعجمي البخاري أعجمي الترمذي أعجمي النسائي أعجمي ابن داود كلنا عاجم وانت يا عربي هذين اللي حفظوا الكتب الستة كلهم ما لهم عرب تعلموا العربية شفت فيديو أجاني من شي ثلاثة أيام عن واحد هندي بيحكي بالعربي تعلم لطقه في العربي أحسن من العرب بدنا نتعلم العربي نتعلم القرآن أنا سأطلب منكم طلب في هذا اليوم ليكن في صحيفتك هداية رجل إلى الله عز وجل بس لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ممن طلعت عليه الشمس وغروت جيبوا على الجامع دلوا على الله صديق جار ذو رحم حتى يعني إذا كان ولد من أولادك بيكون أحسن لك عم تجي على الجامع وتروح شو ساويت لك ابن ماجا هدى أمم صر له ميت ألف وثلاثمائة سنة إلى الآن لما تقرأ رواه ابن ماجا نذكر محمد بن يزيد الربعي الذي ولد وين في غزوين تعلم العربي وراح من بلد لبلد 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 أنت وين عم تروح لأ وين عم نروح قاعدين عم نسهر ليلة ثلاث السنة منهم في لهو ومنهم في لعب ومنهم في لغو ومنهم في حرام هدول هن المسلمين بدل أن ينفق المال في عز الإسلام لو نحن أنفقنا ذاك المال في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عملنا مسابقة في من يحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم الأعاجم حديث النبي عليه الصلاة والسلام كنا فزنا وربي الكعبة رحم الله ابن ماجا ومدفون في غزوين اللي الله بهيئ له شي يوم من الأيام أن يزورها فليزور هذا الرجل الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لسابيع القادمة حمار رأي لكون أصحاب الكتب الستة اللي هن ابن ماجا والترمذي والنسائي وبن داود والبخاري ومسلم اللهم ربنا تقبل منا بسرل الفاتحة